الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وأن معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه إنه جوادٌ كريم ثم أما بعد فسوف نقتطع هذه الدروس العلمية بإذن الله عز وجل في شرح جملٍ عظيمةٍ كبيرةٍ فخمة من قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في شتى أبواب العقيدة سواءً منها ما يتعلَّق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات أو بما يتعلَّق بالصحابة أو القضاء والقدر وكافة أبواب الاعتقاد التي تقرأونها في كتب أهل السنة والجماعة ولن نطرُق هذه المسائل على طريقة التجزيء والتفريع وإنما سنترُقها على طريقة التأصيل والتقعيد فإن طريقة التأصيل والتقعيد من أنفع الطرق التي ينبغي لطالب العلم أن يحرِص عليها وعلى فهمها فإن الفروع كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تُنظم في قواعد تُسهِّل الرُّجوع للفوائد فعلى طالب العلم أن يحرِص على جمع الأصول والقواعد في الفن الذي يريد أن يفهمه ويدرُسه فإذا جاء إلى الفقه فليحرِص على استجماع قواعده وإذا جاء إلى العقيدة فليحرِص على استجماع قواعدها وإذا جاء إلى المُصطلح فليحرِص على استجماع قواعد وهكذا إذا جاء في التفسير وغيرها من الفنون فإن من حازَ الأصول لا نتلَغُ الفروع والجُزعيات ولا ينبغي لطالب العلم أن يُشغِل نفسه كثيرًا ويقطع أوقاته في التعرُّف على أحكام الجزء والفروع فإن الفروع كثيرة والأوقات قصيرة ولربما يقطعُ الإنسان وقتًا طويلاً في هذه الفروع ثم يخرُج من هذه الدروس ولم يُحصِّل شيئًا ولذلك من حرِص على التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد فسيكونُ راسِخًا في العلم في أقصر زمانٍ وبأقل كلفة فوصيَّة لكم أيها الإخوان بالقواعد فعندنا هنا قواعد عقدية تربُ على المئة قاعدة وزيادة قرابة المئة والثلاثين قاعدة وهي خلاصة ما قرَّره أهل العلم في هذه الأبواب وهي خلاصة قراءة كتُب عقدية كثيرة ولله الحمد والمنَّة فأنا أُهِيبُ بكم أن تحفَظوها وأن تُكثرُوا الإطِّلاع عليها وأن تتفقَّهم فيها فإنها من أعظم الأسلِحة التي يدَّخرُها طالبُ العلم لعقيدته في الله عز وجل وفي ردِّه على أهل البدع والشُبه والأهواء وهذه القواعد ألَّفتُها على طريقتين على طريقة نظم عبارة عن أرجوزة مئة بيت وعن طريقة قواعد غرَّدتُ بها في موقع التويتر الخاص بي وجمعها بعض الطلبة وأفردوها في رسالة وحقَّقوها وأخرجوها وهي التي بين أيديكم فيما أظن أنتُ عندكم النظم إلى النثر النثر هذه القواعد منظومة في أرجوزة اسمها الأرجوزة العقدية في قواعد أهل السنة والجماعة وأظنها الأرجوزة المفيدة في قواعد العقيدة وتجدونها في الانترنت في صفحة الخاصة في صيد الفوائد فمن أراد أن يطلع عليها فليكتب في معرف الانترنت وليد السعدان صيد الفوائد تخرج له الصفحة مباشرة فحيَّا هلا بهذه الوجوه الطيبة التي أقبلت على دراسة العقيدة الصحيحة في جمنٍ كثر فيه المتخوِّضون في عقيدة أهل السنة والجماعة بالباطل تاراتٍ كثيرة فنأخذ إن شاء الله عز وجل هذه القواعد واحدةً تلو أخرى وسيكون طريقتي في الشرح أنني أوضِّح معنى القاعدة ثم دليل القاعدة ثم أوضِّح فرعًا أو فرعين على هذه القاعدة وننتقل إلى التي بعدها مباشرة لأن القواعد طويلة والوقت قصير وأضمن لكم إن شاء الله لا نخرج من قاعدة إلا وقد فهمناها بعباراتٍ يسيرة ومن أراد الاستزادة من الشرح فليَّ كتابٌ اسمُه القواعد المُذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة في ألف صفحة في قرابة ثلاثة مُجلَّدات تكلم عن هذه القواعد فمن أراد ازديادة من الفروع والعدلة وكلام أهل العلم عن هذه القاعدة فليرجع إلى هذا الكتاب وبالمناسبة كتاب القواعد المُذاعة ألفته على طريقتين القواعد المُذاعة الصغير والقواعد المُذاعة الكبير وأنا أشير في هذا إلى القواعد المُذاعة الكبير الكبير تجدونه في صفحة صيد الفوائد أريد من واحدٍ منكم أن يقرأ القواعد واحدةً واحدةً ونشترط في القارئ شرطين الشرط الأول أن يكون صوتُه جميلاً ولا يلزم من يكون أجمل من صوتي والشرط الثاني ولا أدري عن الشيخ علي هل سيحقق الشرط الثاني أو لا أن تكون قراءته سليمةً من الأخطاء النحوية لأنني لا أعرف النحو وقد يخطئ ولا أدري بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ نعم أنتبه القليل ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده جل جلاله ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد قال شيخنا وليد حفظه الله وغفر له وللحاضرين وصيتي لكل الدعاة إلى الله أن يركزوا في المقام الأول على نشر العقيدة الصحيحة وتصحيحها في القلوب وأن لا يشغلنهم عن تقريرها شاغل ولا صارف وسوف نغرد ابتداء من اليوم بجمل من القواعد العقادية والمسائل العقادية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم القاعدة الأولى أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة والعقل عندهم وسيلة لفهم النقل فلا أصول أخرى يساق منها المعتقد القاعدة الثانية أهل السنة لا يفهمون الكتاب والسنة فيما يتعلق بنصوص العقائد خاصة إلا على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فكل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فهو فهم باطل ورأي عاطل فأصح الفهم في الكتاب والسنة وفهم الصحابة فلا نعدوه طرف تعين القاعدة الثالثة أهل السنة لا يقحمون عقولهم في أمور الغيب بل يقفون عند حدود الدليل فلا يتخوضون بعقولهم في استكشاف ما وراء الغيب القاعدة الرابعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الأصول الثلاثة والقواعد الفخمة التي قرأها الشيخ أفقه الله هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة وإن كنا نريد أن نوقف الدروس في هذه الدورة على شرح هذه القواعد لكفة فإذا أردت أن تشرح لغيرك عقيدة أهل السنة فإياك أن تدخل معه في أي أصل من الأصول قبل أن تقرر في ذهنه هذه القواعد الثلاث هذه القواعد الثلاث عليها مدار كتب أهل السنة والجماعة كل عقيدة أهل السنة والجماعة ترجع إلى هذه القواعد الثلاث من لم يؤمن بواحدة من هذه القواعد الثلاث فهو مبتدع وجميع من خالف أهل السنة والجماعة في أي جزئية عقدية إنما سبب مخالفته هي الوقوع في مخالفة واحدة من هذه الأصول فمن أهل البدع من خالف أهل السنة لأنه لم يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن أهل البدع من خالف أهل السنة لأنه فهم الأدلة على غير فهم الصحابة ومن أهل البدع من خالف أهل السنة لأنه أقحم عقله الضعيف فيما وراء الغذ فإذا لابد أن نقرر في أذهان العامة وفي أذهان الصغار والكبار والذكور والإناث والإنس والجن أن نقرر في أذهان الجميع أنه لن يكون سنياً إلا إذا آمن بهذه الأصول الثلاثة ثم بعد ذلك حتى لو لم يفهم شيئاً من عقيدة أهل السنة والجماعة ما دام مقراً ومعتقداً بهذه الأصول الثلاثة فهو على خير عظيم هذا هو السن وهي قواعد ثلاثة متلازمة ولذلك قرأناها في نصق واحد القاعدة الأولى أن أهل السنة والجماعة يقصرون أخذ معتقداتهم على أصلين اثنين لا ثالثة لهما على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هناك مصدر ثالث يساق منه الاعتقاد فأي عقيدة يقررها أهل السنة فانظر ما تحتها مما يؤيدها تجد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في هذا الباب متأولين بأرائهم ولا متوهمين بأهوائهم فعقائدنا توقيفية على الكتاب والسنة من جاءك بعقيدة يريد منك أن تعتقدها فالواجب عليك أن تنظر في برهانه ومستنده فإن وجدته آية أو حديثا فإذا اعتقادك لها صحيح قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ماء تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله في رواية وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها الحديث وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والأدلة من الكتاب والسنة التي تأمر بمتابعة الكتاب والسنة والتمسك بهما والعض عليهما بالنواجد واتباعهما والاستمساك بهما كثيرة لا تكاد تحصر وقد أجمع على تقرير هذه القاعدة أهل السنة والجماعة فإذاً أي عقيدة لا يدل عليها نص من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عقيدة باطلة فإن قلت وهل هذا الأصل كافي أقول لا لا يكفي هذا الأصل إلا مقروناً بالأصل الثاني والقاعدة الثانية وهي أنك لا تفهم هذا النص إلا على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من السلف والآئمة فلا حق لك أن تفهم في أدلة الاعتقاد فهماً مخالفاً لفهم الأوائل لأن المتقرر بإجماع أغل السنة أن الفهم في نصوص الاعتقاد توقيفي لا يصح الإجتهاد فيه فكما أن الأدلة في الاعتقاد توقيفية فكذلك فهمنا للأدلة توقيفي لا حق لأحد أن يأتي بفهم جديد لدليل من أدلة الاعتقاد فمن جاء يريد منك أن تفهم من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أنها النعمة والقدرة فقل له هذا فهمك أنت لكن السلف متفقون على أنها يدٌ لائقةٌ بجلال الله عز وجل وعظمته لا تخوَّض في فهم نصوص الصفات كتاباً وسنة الباب قد سُد لا حق فهمك لا كأنت أي فهم يطرأ عليك في دليل من أدلة الكتاب والسنة فاعرضه على فهم الصحابة فإن وجدت ما يؤيده ويشهد له فإذاً فهمك صحيح وأما إذا وجدته مجانباً لفهم السلف فاعلم أنه فاسد وقد دلَّت الأدلة الكثيرة الصحيحة من الكتاب والسنة على وجوب متابعة الخلف لفهم السلف ولي فيها رسالة مختصرة اسمها تذكير الخلف بوجوب اتباع فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة وانتبهوا من هذه الدعوات الفاجرة الداعرة الآثمة التي تريد من الأمة اضطراحفهم السلف لأنهم قوم قد ماتوا ولأنهم أناس تعاملوا مع النصوص على ضوء مخرجات عصرهم ونحن لنا عقول ولهم عقول ونحن في عصر كثرت فيه المكتشفات وتعددت فيه المخترعات فلماذا تربطون فهمنا بفهم يناس قد ماتوا إلى آخر تلك الدعوات الإبليسية والنفخات الشيطانية التي يراد منها فصل فهم السلف عن الأدلة حتى يدخل كل مبتدع بما شاء في الاستدلال بالكتاب والسنة على بذعته فإن الكتاب والسنة حمالة وجوه حمالة وجوه فإذا لم تربط لا سيما في أدلة الاعتقاد بفهم السلف فإننا حينئذ لن لن نستطيع رد المبتدعة ولذلك يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والصحابة داخلون في وصف المؤمنين بالأصالة في المقام الأول واتباع سبيلهم أي اتباع عقيدتهم اتباع فهمهم اتباع طريقتهم اتباع منهجهم واتباع إجماعهم الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما للسماء فرأى النجوم تتلألأ فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذغبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذغبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذغب أصحابي أتى أمتي ما توعد فمن كان ملتزما بذهم الصحابة لأدلة الكتاب والسنة فهو في أمان فهو في خير فهو في دعه فهو في راحة النفسية فهو على الحق والصراط المستقيم والمنهج القويم والهدى والخير ولكن متى ما حاد فهمك في أدلة الكتاب والسنة عن الصراط المستقيم الذي قرره الصحابة فأعلم أنك قد خرجت عن الطريق الصحيح ولذلك جميع الطوائف التي ظلت في الاعتقاد من أسباب ظلالها أنها أرادت أن تفهم من أدلة الاعتقاد كتاباً وسنة فهماً مخالفاً لماذا؟ لفهم السلف الصالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي هذا انتهينا؟ هذا الأصل الأول لكن الأصل الثاني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ومن محدثات الأمور محدثات فهم جديد محدثات فهم جديد يخالف فهم السلف فكما أنه لا يجوز للخلف أن يتعبدوا بعبادة لله لا يعرفها السلف فكذلك لا يجوز للخلف أن يفهموا في الأدلة فهماً لا يعرفه السلف فنحن نتابع السلف في أقوالنا وفي أعمالنا وفي فهومنا في فهومنا نتابعهم هذا متى يقال به؟ يقال به إذا كان السلف متفقين على هذا الفهم لم يخالفوا أحد وأما إذا اختلف السلف في فهم آية فحينئذ لا يجب على الخلف لا أن يتبعوا هذا ولا أن يتبعوا هذا وإنما مجال المسألة مجال اجتهادي لكن إذا أجمعوا على فهم نص من نصوص الكتاب أو السنة فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يأتي بفهم جديد لما؟ لأن فهمهم متفق عليه ومجمع عليه والمتقرر في قواعد الأصول أن الإجمع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجمعة فإن قلت اضرب لنا مثالين فقط مع أن الأمثلة كثيرة مثالين على أهمية فهم الأذلة على فهم السلف أقول خذ مثالين إن من العقائد الكفرية عند المعتزلة أن القرآن مخلوق مع أن أهل السنة مجمعون على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر يأتيك المعتزل ويقول أنا أعتقد أن القرآن مخلوق وأستدل على هذه العقيدة بالقرآن أبي القرآن تستدل على هذا الكفر؟ قال نعم القرآن يدل على هذه العقيدة أين قال في مواضع متعددة منها قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبوا قال محدث والمحدث هو المخلوق والمقصود بالذكر القرآن يعني ما يأتيهم من قرآن من ربهم مخلوق ماذا تقول أيواء السنة؟ تقول إن العلماء اختلفوا في سند هذه الآية فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها؟ شواب لا يقول بما أنك تريد دليلا من الكتاب والسنة على العقيدة أنا جئتك بدليل من القرآن على هذه العقيدة اقبل عقيدتي تقول لا أنت جئت بدليل من القرآن لكن أين الأصل الثاني؟ وهي أنك فهمت هذا القرآن على فهم إيش؟ مخالف لفهم السلف الصالح وكل فهم خالف فهم السلف الصالح في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطئ فإن السلف متفقون من الصحابة والآئمة إلى وقت نهل أن معنى محدث أي الشيء الجديد الذي لم يكن موجودا من قبل بمعنى أن القرآن كان ينزل منجما حسب الوقائع والأحوال والحوادث فكلما جاءهم ذكر جديد استمعوه وهم يلعبون يقابلونه بالإعراض عنه فإذا محدث معناها جديد وليس معناها مخلوق ويلزم الأمة لزوم عين أن تفهم من كلمة محدث أنه جديد ولا يحل لأحد أن يفهم منها أنه مخلوق لأن هذا الفهم فهم مخالف لفهم السلف الصالح أفهمتم هذا؟ فإذا متى ما فك الكتاب والسنة عن فهم السلف فالمبتدع سيجد في الكتاب والسنة دليلاً لبدعته لأنه سيحور وسيلوي عنق الدليل حتى يوافق بدعته فإذا فهم السلف عبارة عن سياج عبارة عن حامي يحمي أدلة الكتاب والسنة عن ولوغ المبتدعة فيها أو وصولهم إلى الاستدلال بها متى ما فك الأدلة عن فهم السلف فسيلغوا في أدلة الكتاب والسنة هؤلاء المبتدعة خذ مثالاً آخر ما حكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره بعد موته؟ نحن معاشر أهل السنة نقول هذا شرك لا يجوز لا يجوز استغفاره بعد موته ولا يجوز أن يطلب منه الشفاعة ولا يجوز أن يدعى بعد موته جاءنا صوفي وقال بل يجوز ذلك كله بدليل القرآن بل يجوز ذلك كله بدليل القرآن الله أكبر بدليل القرآن قال نعم عندنا آية تدل على جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أين هي؟ قال اسمع في قول الله عز وجل في سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيم وهذا المجيء مجيء مطلق فيدخل فيه المجيء له في حياته والمجيء له بعد مماته هو يفهم أن جاءوك صالح للمجيئين مجيء بعد قبل وفاته ومجيء بعد مماته كيف ترد عليه؟ ترد عليه بالأصل الأول؟ الجواب لا جاءك على عقيدته بدليل من القرآن ولذلك قلت إن الاستذلال بالقرآن لوحده على مسائل الاعتقاد لا يكفي لابد من قارنه بالأصل الثاني وهو أن لا نفهم القرآن والسنة إلا على فهم السلف الصالح فتقول له لقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين على أن المجيء هنا مقصور على المجيء له في حياته بدليل أنهم كانت تصيبهم في المدينة المصائب العظام وليس بينهم وبين القبر إلا بضع خطوات فقط ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يأتي للقبر مستغيثا أو مستغفرا أو داعيا أو مستكشفا لهذا الكرب الذي نزل عليهم مضى عصر الصحابة على ذلك وعصر التابعين على ذلك وأتباع التابعين على ذلك لم يثبت عن أحد من من له قول معتمد في الأمة أنه كان يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل عنده ذلك بل كانوا ينهون من يأتي للصلاة والسلام عليه يخصه قربا أنهم ينكرون عليه ويقولون ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أو كما قال صلى الله عليه وسلم ففهم السلف مطلوب بل إن صوفيا قال إن النذر للقبور جائز والذبح عند القبور جائز والطواف حول القبور جائز بدليل القرآن في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو لم يكن عندك الأصل الثاني لما استطعت أن ترد عليه فهذا الأصل الثاني سلاح قوي أيها الإخوان احفظوه كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم فإنه فهم باطل فإن قلت وهل هذا الأصل الثاني كافي فنقول لا بد من قرنه بالقاعدة الثالثة وهي حجب العقل عن التوغل في أمور الغيب لا يجوز للعقل أن يتخوض في مسائل الغيب بلا علم ولا برهان فإن الغيب عالم عظيم جدا بل إن عالم الغيب أكبر من عالم الشهادة ولذلك الله عز وجل يستدل على ربوبيته بكونه عالما للغيب والشهادة فبدأ بعلم الغيب قبل الشهادة لأن عالم الشهادة الذي نراه إنما هو نقطة صغيرة في عالم ذلك الغيب والله عز وجل لما خلق العقول جعل لها حدودا وطاقات لا يزال تفكير العقل سليما لا يزال تفكير العقل سليما مدام داخل حدوده وطاقاته لكن متما أبعدته وأخرجته عن هذه الطاقة عن هذه الحدود فإن العقل سوف يتعطل ولن يرجع لك ولا بخفة حنين ولذلك أغلب من تهوك وضل وححار في مسائل الاعتقاد هم هؤلاء الذين سمحوا لعقولهم بأن تتخوض في مسائل الغيب لماذا هذه القاعدة مهمة هذه القاعدة مهمة لأننا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدتنا مبنية على أمور غيبيات على أمور غيبيات فإذا لا بد أن نمرس الطالب الذي نبن علم عقيدة أهل السنة لا بد أن نمرسه في بداية الأمر على أنه سيمر في طريق تعلمك مسائل غيبية كثيرة الإمام بالله غيب الإمام بأسمائه غيب بصفاته غيب عذاب القبر غيب نعيم القبر غيب سؤال القبر غيب البعث غيب يوم القيامة غيب الجنة غيب الملائكة غيب القدر غيب اللوح المحفوظ غيب فإذا سوف يمر عليه خطوات كثيرة من الغيب فلا بد أن نعلمه في أول الطريق أن كل غيب تمر عليه فإياك أن تتخوض فيه بعقلك إلا على حدود ما أجازه لك النص انتبهوا قرروا هذه القاعدة في قلوب اقتلابكم فيما بعد أن أي غيب تمر عليه إياك أن تخوض فيه ولذلك الذي أنكر صفة الاستواء على العرش سبب إنكاره أنه سمح لعقله الضعيف العاجز أن يتخوض في هذه الصفة فقال لو قلنا بأن الله استوى على العرش هو يقول كذا لو قلنا بأن الله استوى على العرش لاستلزم ذلك أننا لو أبعدنا العرش لسقط الرب هذا هو التخوض الذي ننهى عنه احجم عقلك عن التخوض في الغيبيات إلا في حدود ما أجازه لك النص طائفة أخرى أنكرت عذاب القبر قالوا لأننا نفتح قبر الكافر فلا نرى عذابا ونفتح قبر المؤمن فلا نرى نعيما إذن أدخلوا عقولهم في مسائل الغيب أقحموا عقولهم في مسائل الغيب منهم من ينكروا اتساع القبر على المؤمن وتضييقه على الكافر لأنه بعد دفن المؤمن بليالي حفروا ونبشوا ولم يجدوا إلا قبرا كما وضعوا الميت فيه لم يجدوا سبعين ميلا ولا وكذلك قبر الكافر وجدوا أضلاعه على ما هي عليه لم يجدوا أنه قد ضاق عليه من الذي أذن لك أن تتخوض أن تحج الله في خبره هذا خبر من الشارع فيجب عليك أن تذعن لهذا الخبر أن تسلم لهذا الخبر أن تؤمن بهذا الخبر سواء وافق مدركات عقلك أو كان أوسع من مدركات عقلك من الذي أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذن يجب عليك أن تؤمن به واحذر من أن تخوض في علم الغيب الذين أنكروا الملائكة سبب إنكارهم أنهم خاضوا بعقولهم في عالم في عالم الغيب بل أنكروا الجن والجن من عالم الغيب فتجد أن هذه الغيبيات كثيرا في عقيدة أهل السنة فإن لم نكن تعامل معها في أول المشوار بالإيمان والتسليم الكامل والإذعان بلا مماحلة ولا مخاصمة ولا مجادلة ولا منافرة فإننا سوف نقع في حفر كثيرة وسوف نكفر بأشياء من الغيب عظيمة جدا وهذا هو الذي جعل الله عز وجل يجعل صفة الإيمان بالغيب من أوائل صفات المؤمنين في كتابه الكريم قال الله عز وجل لا ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش يؤمنون بالغيب ثم جاء بالأعمال لأن الذي لا إيمان بالغيب عنده لن يصلي إذ كيف تصلي وأنت غير مؤمن بغيب الجنة ما الذي يدفعك للصلاة والذي لا يؤمن بالغيب لن يزكي ولن يصوم ولن يربي لحيته ولذلك هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون الغيب تجد عندهم أعمال عندهم صلاة عندهم حج عندهم زكاة الجواب لا لما؟ لأن الذي يدفع العبد للعبادة هو إيمانه بهذا الغيب المستقبلي إيمانه بالله إيمانه بالجنة إيمانه بالنعيم إيمانه بالحور العين وكلما ازداد إيمانك بالغيب على الوجه السلفي الصحيح كلما ازداد عملك فإذا رأيت عندك نقص في الأعمال وكسل في الأعمال فأعلم أن قضية الإيمان بالغيب عندك تحتاج إلى تحتاج إلى شيء من التصحيح إذ لو كنت مؤمناً إيماناً حقاً بهذا الغيب لطمحت نفسك لتحصيله والوصول إليه هي ثلاث قواعد لا بد من تدريسها للناس جميعاً أننا لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة وأن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وأن نحجم عقولنا عن التخوض في علمي في علم الغيب في علم الغيب طريقة الشرح واضحة؟ طريقة الشرح واضحة؟ تجاملونني أم صادقون؟ أحياناً الطالب يجامل الشارح هل طريقة الشرح واضحة أو أغيرها؟ جيد نبدأ نعم فضل قلتم حفظكم الله القاعدة الرابعة أهل السنة يعتقدون أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح نعم وهذا أصل عظيم عند أهل السنة وأن النصور انتظر قليلا لا يمكن أبداً أن يأتي نص على خلاف العقل لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النص وهو أصدق حديثاً وأقوى مقيلاً من خلقه عز وجل فلا يمكن أبداً أن ينزل الله عز وجل من النصوص ما يتعارض مع العقول ولذلك لا نعرف كلمةً واحدةً عن أهل السنة والجماعة في إثبات تعارض بين نقل وعقل بل إن جميع من يدعي هذه المعارضة هم أهل البدع ولذلك رد عليهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله في نفي هذه الفرية في كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول والذي طبع باسم تعارض العقل والنقل أهل السنة يؤمنون بأن جميع النصوص الثابتة تتوافق مع العقل انتبه لكن أهل البدع قالوا لا يمكن أبداً إن هناك نصوصاً لا يمكن أن تمشي مع عقولنا هناك نصوص كثيرة حاولنا بعقولنا أن تتوافق معها ولكنها أبت طبعاً لأن عقولهم كمؤخراتهم لا تفهموا فهم السلف الصالح وأما أهل السنة لما كان منبثق فهمهم على فهم السلف صارت النصوص مع عقولهم متصاحبة متوافقة متآلفة متواددة ليس بينها اضطراب ولا إشكال ولا إلغاز ولا تنافر ولا تباغض قالوا ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل عبدي جوعت فلم تطعمني هل الله يجوع؟ هل هذا النص يتوافق مع العقل؟ العقل يفرض فرضاً أن الله لا يتصف بشيء من صفات النقص وهذا النص يقول عبدي جوعت فلم تطعمني عبدي ضمعت فلم تسقني مريضت فلم تعدني إذا لم يكن هذا الحديث يتعارض مع العقل فأي شيء إذن يتعارض مع العقل؟ قلنا أبداً لا يتعارض مع العقل أنتم كذابون أنتم دجاجلاً أنتم أفاكون والله هذا الحديث يتفق مع العقل الاتفاق الكامل فإن الله عز وجل خاطبنا في كتابه وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم بالأساليب العربية التي تعرفها العرب من كلامه قرآن عربي ولا لا يجمع أذلة الوحي عربية في ألفاظها وفي تراكيبها واستعمالاتها ومعانيها ليست عربية في اللفظ فقط عربية في التراكيب والمعاني والألفاظ والأساليب لو جاء ملك من ملوك الأرض وقال أَوَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّنِي بِالْأَمْسِ قَدْ جِعْتُ وَلَمْ يُطْعِمْنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ قالوا كيف تجوع وعنت الملك ومخازن بيتك ممتلئة من الأطعمة عد مخازن بيوت الملوك ما شاء الله ممتلئة من الأطعمة قال الفقراء في البلد كثير ولم يطعمهم أحد أَمَا عَلِمْتُمْ لَوْ أَطْعَمْتُمُوهُمْ كَأَنَّكُمْ أَطْعَمْتُمُونِي أَنَا بل إن الله عز وجل يقول في القرآن من ذا الذي يقرض الله ذو الخزائن الملأة التي لا تنفت يقول لعبادهم من يقرضني ما المقصود بهذا المقصود من يقرض عبدي الضعيف وهذا شأن الملك الحريص على عباده الحريص على مملكته الحريص على شعبه فالملك الذي يحس بشعبه هو الذي يقول من أطعم جائعاً في بلدي فكأنما أطعمني من سقى ضامعاً في بلدي فكأنما سقاني من عاد مريضاً في بلدي فكأنما عادني هذا أسلوب عربي معروف هذا أسلوب عربي معروف بل إنك قد تدافع عن امرأة من الشعب فإذا وصل الخبر للملك قال بارك الله فيك والله لك أنك دافعت عن زوجتي وأما الملوك الذين لا يهمهم أمور شعبهم هؤلاء خارجون عن دائرة الاهتمام أصلاً فهذا أسلوب عربي معروف فالله يقول جعت والله لا يجوع سبحانه وتعالى ولكن جاء عبده بدليل أن آخر الحديث يفسر أوله قال العبد كيف تجوع وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي كيف تضمأ وأنت رب العالمين أما علمت أن عبدي فلاناً استسقات فإذا الذي جاع حقيقةً هو من؟ هو العبد الذي ضمئ حقيقةً هو من؟ هو العبد الذي مرض حقيقةً هو العبد وليس هو الله لأن الله منزه عن كل عيب ونقص ولكن هذه النسبة جرت على أسلوب عربي وهو أن الكامل ينسب ما يحل بالضعيف به ينسب ما يحل بالضعيف به من باب حث من حوله على كشف كربته هذا أسلوب عربي معروف الكامل هو الملك الضعيف هو العبد ذي الكربة فالكامل يأتي ويقول جعت والمقصود جوع عبده من أطعم هذا فكأن ما أطعمني والملك لا يحتاج إلى إطعام لكنه من باب الحث ومن باب الترغيب ومن باب أزل همم على فعل هذا الخير وكشف الكربة عن هذا الضعيف هل يتعارض الحديث مع العقل؟ الجواب الحديث واضح وجار على أسلوب عربي معروف فقد ذكرت في القواعد المذاعة أمثلة كثيرة من ما يشغب به أهل البدعي في قولهم إن النصوص تتعارض مع العقل أتريدون مثالاً آخر أو نكتفي بالمثال الأول؟ تريدون مثالاً آخر؟ في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ جاء المبتدعة إلى هذا النص وقالوا أعوذ بالله هذا النص يتعارض مع العقل كيف أيها الدجاج لا يتعارض مع العقل؟ قالوا إن السماوات سبعٌ والنص يقول أأمنتم من في وفي تفيد الظرفية فهذا دليل على أن بعض السماوات فوق الله وبعض السماوات تحت الله كقولك وليدٌ في البيت إذن هو داخل البيت أنا في السيارة إذن أنا داخل السيارة كذا قالوا كذا قالوا ولم أتقوَّل عليهم هم قالوا هذا في عقائدهم ولذلك أنكروا صفة العلو لعدة أسبابٍ هذا منها هذا منها النفيل الضرفية فاعتقدوا أن بعض السماوات تُقِلُّ الله وبعض السماوات تُظِلُّ الله وقد ردَّ عليهم أبو العباس بن تيمية في العقيدة الواسطية في آخرها هل هذا النص يتعارض مع العقل؟ الجواب لا والله إنه متفق مع العقل لكن المشكلة في العقل ليست في النص المشكلة في العقل الذي نظر في النص هو عقلٌ متلوث بالقواعد المنطقية الفلسفية لم يفهم الأدلة على فهم السلف الصالح وإلا في السلف الصالح يفهمون من هذا النص فهمين كلاهما صحيحان الفهم الأول أن فيه هنا بمعنى على آمنتم من في السماء أي على السماء فإن قلت وهل فيه تأتي بمعنى على نقول نعم ولها شواهدها في القرآن كقول الله عز وجل عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل هل يفهم من هذا أن فرعون سيحفر داخل النخلة ويجعلهم فيها؟ الجواب لا وإنما لا أصلبنكم على جذوع النخل ففي هنا بمعنى على في هنا بمعنى على أأمنتم من في السماء أي على السماء والله على السماء مستو على عرشه بائن من خلقه عز وجل فإن لم يفهم هذا فأفهمه المعنى الثاني وهو أنه فهم من السماء أنها ذات الأطباق الزرقاء السبع هذا ليس بصحيح وإنما السماء مشربة بمعنى العلو أأمنتم من في العلو لأن كل ما على رأسك فهو سماء بالنسبة لك فإن قلت وهل دلت الأدلة على أن العلو يسمى سماء فأقول نعم في قول الله عز وجل في وصف النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء هل نفهم من كلمة السماء أن النخلة وصلت إلى الأطباق الزرقاء تجاوزت الأفلاك والكواكب والمجرات ووصلت إلى السماء الدنيا جواب لا وإنما أصلها ثابت وفرعها في العلو فالله عز وجل في العلو أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو والله في العلو والمطلق إذن أي تعارض مع العقل فإما أن نجعل فيه بمعنى على وتكون السماء على معناها الأطباق السبعة وإما أن نجعل فيه للظرفية ولكن السماء يكون معناها العلو فبأي جواب أجبت فالمعنى صحيح بظاهر ولا تعارض مع شيء من النصوص أبدا يكفي هذين المثالين أو نعطيكم ثالثا يكفي هذين القاعدة الرابعة أهل السنة يعتقدون أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح وأن النصوص لا تأتي بما يتعارض مع العقل ولكنها تأتي تارة بمحارات العقول عندنا شيء اسم التعارض وعندنا شيء اسمه حيرة أحيانا النصوص تأتي بالشيء العظيم الذي قدرات العقل ما تعجز عن إدراكه فنقول حار العقل في النص لأن النص يكون معناه واسعا والعقل تفكيره وإدراكه محدودا فإذا النصوص تأتي أحيانا بما يحار فيه العقل لكنها لا يمكن أبدا أن تأتي بما يتعارض مع العقل ففرقوا بين باب الحيرة في سعة النص وباب تعارض فنحن ننفي التعارض ولا ننفي حيرة العقل في سعة النص الله عز وجل أتعرفون هذا؟ أتعرفون هذا؟ هذا جوال هذا الجوال له منطقة استقبال أليس كذلك؟ له منطقة استقبال لو ذهبت إلى البرية هل سيستقبل؟ أنتم عندكم يستقبل في البرية؟ البرية البعيدة فإذا هذا مثل العقل العقل له منطقة استقبال لو أخرجت عقلك إلى منطقة من الغيب بعيدة فإن العقل سوف يتعطل فالله عز وجل خلق العقل وجعل له منطقة استقبال لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل هذه المنطقة مثل الجوال لا يزال استقباله سليما ما دام داخل هذه المنطقة لكن متى ما أخرجت عقلك إلى برية من الغيب بعيدة فإن عقلك سوف يتوقف ويتعطل فأحياناً يأتيك النص بشيء أنت تحار فيه تحار فيه لا لأنه يتعارب ولكن لأن عقلك أعجز من أن يدرك سعة النص أعجز من أن يدرك سعة النص مثل أثبتت الأدلة أن لجبريل ستمائة جناح وأن الجناح الواحد يسد ما بين الخافقين هل يستطيع عقلك أن يتصور هذا؟ الجواب لا هذا شيء عظيم يحار فيه العقل لكننا مؤمنون بحقيقته وأن جبريل له ستمائة جناح فإذن حيرتنا في سعة النص لم تحملنا على إنكار النص حيرتنا في النص لم تحملنا على إنكار النص بل نحن نحار فيه ومع حيرتنا نؤمن به على الصفة التي يريدها الله عز وجل فإذن النصوص تأتي بمحارات العقول بمحارات يعني بما يحتار فيه العقل أو بما يحار فيه العقل لكنها لا تأتي بما يتعارب مع العقل القاعدة الخامسة أهل السنة يعتقدون أن العقل يدرك حسن الأمور وقبحها ويعتقدون أنه لا حق له في تشريعها فهو في التشريع تابع للنص هذه قاعدة عظيمة ردنا بها على أهل الاعتزال في مسألة عظيمة وهي مسألة التحسين والتقبيح وهي أصل من أصول المعتزلة هناك طائفة يقال لها الأشاعرة هؤلاء عطلوا وظيفة العقل في مسألة التحسين والتقبيح فقالوا ليس للعقل قدرة في إدراكه حسن الأشياء وقبحها فضلاً عن كونه مشرعاً أصلاً العقل ليس من غريزته أن يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح طيب تقول له لماذا تصلي يقول لأن الله أمرني بالصلاة لكن لا يقول ولأن الصلاة أمر حسن بمعنى أنه لو أمرني بترك الصلاة لكان ترك الصلاة هو الحسن حتى يقول قائلهم لو أن الله عكس أمورنا فأمرنا بالشرك ونهانا عن التوحيد لكان الشرك حسناً فهم لا يدركون حسن التوحيد الذي جعل الله يأمر به ولا يدركون قبح الشرك الذي جعل الله ينهى عنه فالله لم يأمر بالتوحيد إلا لأن التوحيد حسن ولم ينهى عن الشرك إلا لأن الشرك قبيح هم يقولون الله أمر بالتوحيد لذاته ليس لكونه حسناً ونهى عن الشرك لذاته ليس لكونه قبيحاً أنتم فهمتم هؤلاء هم نفات الحكمة والتعليم الله عز وجل أمر ببر الوالدين ليس لأن بر الوالدين أمر حسن لا وإنما لأنه أمر به فنحن نبر بوالدين امتثالا لأمره فقط ونهى عن العقوق ليس لأن العقوق قبيح وإنما لأنه نهى عنه بمعنى أنه لو عكس الأمر فأمرنا بالعقوق ونهانا عن البر لكان البر قبيحا والعقوق حسنا هكذا يفهمون الدين هكذا يفهمون هؤلاء عطلوا وظيفة العقل قابلهم طائفة يقال لها المعتزلة أمسكوا بطرف العصى الآخر 180 درجة من الطائفة الأولى قالوا بل العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها وله حق تشريع ما يراه حسن والنهي عن ما يراه قبيح فإذا جعلوا العقل إلها المعتزلة جعلوا العقل إلها فلم يقتصروا عند مسألة أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها فقط بل قالوا إن للعقل حقا في تشريع ما يراه حسن وفي النهي عن ما يراه قبيح فإذا هم يعتقدون أنه يدرك حسن الأشياء وقبحها وله حق تشريعها أيضا فالأولون قالوا العقل ما يدرك أصلا وهؤلاء قالوا يدرك ويشرع إذن هؤلاء أمسكوا بطرف العصى والآخرون أمسكوا بطرف العصى الآخر فجاء أهل السنة والجماعة الموفقون الملهمون المسددون وأخذوا بوسط العصى لأنهم أمة وسط فقالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولكن لا حق له في تشريعها التشريع حق لله فقولهم العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها خالفوا به الأشاعرة وقولهم ولا حق له في أن يشرع إلا بدليل خالفوا به المعتزلة إذن نص القاعدة أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولكن لا حق له في تشريعها هذا هو القول الوسط فمثلا أنت جئت لي بالماء ما الذي يحملك على أن تأتي بالماء لأنك استحسنت وجود الماء عند المتكلم لعلمك بعقلك أن المتكلم يضمأ فعقلك استحسن فجئت الماء فمجيئك بالماء فعل حسن لأنه نابع عن استحسان حسن فإذن العقل يدرك حسن الأشياء لماذا تأخرنا في بداية الدرس ولم نلقه عشر دقائق ننتظر التصوير لأن عقولنا أدركت أن تصوير الخير ثم بثه بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة في تلك الوسائل ينتفع منه ملاعين المسلمين هذا فعل حسن فتحملنا عشر دقائق لم نتكلم فيها حتى نحقق هذا الفعل الحسن إذن العقول لها غريزة إدراك الحسن والقبح أنت ترى إنسانا يعاكس امرأة في الشارع فتستقبح بعقلك هذا الفعل أنت ترى إنسانا أعمى في الشارع جاءه طفل وقاده حتى يقطع به الطريق أنت تقول جزاك الله خير لأن عقلك استحسن هذا الفعل فإذا العقل من مدركاته حسن الأشياء وقبحها لكن ليس كل شيء تستحسنه لا بد أن يشرعه عقلك تجعله دينا وشرعا لا حتى يكون الذي شرعه هو الله إذ قد تستحسن بعقلك أشياء ولا نجد لها تشريعا في الدين فتبقى حسنة لكنها ليست بشرع تبقى حسنة لكنها ليست بشرعه وقد يستقبح عقلك أشياء والدليل لم يقبحها ولم ينهى عنها فتبقى قبيحة في عقلك لكن لا تسمح لعقلك أن يجعلها شريعة فإذا فرق بين استحسان الشيء وتقبيحه وبين كونه شريعة فهؤلاء الذين هم الأشاعر نفوا الأمرين نفوا الأمرين قالوا لا استحسان ولا تشريع والمعتزلة أثبتوا الأمرين فقالوا استحسانا وتشريع أما أهل السنة فأثبتوا واحد وألغوا الثاني وقالوا يستحسن ويستقبح ولكن لا حق له في التشريع لأن التشريع وقف على الله قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله ولم يقل إلا لله وللعقل إلا لله وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولم يقل فحكمه إلى الله وللعقل فالعقل ليس حاكم وإنما العقل وظيفته فهم الحكم من الله ليس الحكم مع الله وإنما فهم الحكم الصادر من الله عز وجل فهمتم هذا فإذا قلت لكم من الذي أنكر الأمرين من الذي أثبت الأمرين وما مذهب أهل السنة في هذه المسألة يا أخ ما هو أثبات التحسين والتقرير العقلي لا تدخل أو التحسين عظم القاعدة السادسة المسلمون المسلمون يعتقدون أن العبادة حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة فالله عز وجل إنما خلقنا في هذه الأرض لنوحده بالعبادة وهذه القاعدة هي أول قواعد توحيد الروبوبية عفواً توحيد العلوهية وهي من أعظم القواعد ولي فيها رسالة مختصرة ولعلكم تطلعون عليها في الموقع المذكور اسمها القول المفيد في شرح قاعدة التوحين يدخل تحتها أن الدعاء حق صرف محظل لله لا يجوز أن يصرف لغيره وأن الذبح تعبُّداً حق لله عز وجل لا يصرف لغيره وأن النذر حق خالص لله لا يصرف لغيره إلى آخر ما تعرفونه وتعتقدونه ولا يحتاج أن نطيل عنده فجميع ما يدخل في مسمى العبادة فإياك ثم إياك أن تصرفه لغير الله عز وجل القاعدة السابعة المسلمون يعتقدون أن من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر وهذه قاعدة يعرف بها حقيقة الشركة اعلم رحمك الله تعالى أن التنديد أن التنديد أي المساوات تنقسم إلى قسمين إلى المساوات الكاملة وإلى مطلق المساوات وعندنا الشرك ينقسم إلى قسمين إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر فالأكبر يخص المساوات الكاملة والأصغر يخص المساوات الناقصة فإذا ساويت غير الله عز وجل بالله مطلق المساوات فقد وقعت في الشرك الأصغر وإذا ساويت غير الله بالله في حقٍ من حقوق الله المساوات المطلقة الكاملة فهذا شرك أكبر فإذا نعشركم ابناه على مساوات المخلوق بالخالق فإن كان بعض المساوات فهي شرك أصغر وإن كان كل المساوات فهي شرك أكبر ودليل ذلك قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فندعوكم كما ندعوه نستغيث بكم كما نستغيث به نحلف بكم كما نحلف به نستد لكم كما نستد له نركع لكم كما نركع له إذن هناك مساوات فمن ساوى غير الله بالله في حقٍ من حقوق الله فقد اتخذ هذا شريكاً مع الله عز وجل فإن كانت المساوات الكاملة فهو الشرك والكفر الأكبر وإن كان مطلق المساوات فهي الشرك الأصغر فمن حلف بغير الله فمن حلف بغير الله معظماً للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل فحلفه هذا يخرجه عن دائرة الإسلام للشرك الأكبر لأنه ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله المساوات الكامل وأما من حلف بغير الله معظماً للمحلوف به بعض التعظيم يعني أنه يعظمه خمسة في المية واحد في المية لكنه ليس كتعظيم الله عز وجل فهذا واقعٌ في الشرك والكفر لكنه الشرك والكفر الأصغر فإذن الشرك مبناه على المساوات والتنديد فإن كان التنديد الكامل فهو الشرك الأكبر وإن كان مطلق التنديد أي بعض التنديد فهو الشرك الأصغر فهمتم حقيقة الشرك؟ فإذن الشرك مبناه على المساوات فإن كانت المساوات الكاملة فشرك أكبر وإن كانت مطلق المساوات أي بعضها فهو شرك أصغر إذا قيل لك ما حقيقة الشرك الأكبر تقول هي أن تساوي غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائصه فتسجد لهذا كما تسجد لله وتركع لهذا كما تركع لله كما يفعله الرافض لعنهم الله عند قبور المعظمين من الأولياء والصالحين بل إنني أعلم وسمعت عن أحد من هؤلاء الذين يحلفون بغير الله يقول بعد توبته بعد توبته واللحم يقول إننا إذا أردنا أن نحلف كذبا فإننا نحلف بالله استصغارا لعظمة الله عز وجل وإذا كنا نريد أن نظهر أننا بارون في يميننا وأننا صادقون نقول والسيد البدوي يحلفون بغير الله لإظهار صدقهم حتى يجعلوا أنفسهم بارين عندنا وأما إذا أرادوا أن يكذبوا في بيع وشراء فلا يجدون أحسن من الحلف بالله فهؤلاء يحلفون بغير الله أعظم تعظيماً في قلوبهم من تعظيم الله تبارك وتعالى نعوذ بالله من الخذلان فإذا حقيقة الشرك أنه مساواة فإن كانت المساواة الكاملة فهو الشرك الأكبر وإن كان بعض المساواة بعض المساواة فهو شرك أصغر القاعدة الثامنة أهل السنة يعتقدون أن كلما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر إن وصفته الأدلة بأنه شرك كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت اسمع هناك هذه قاعدة الشرك الأصغر هذه القاعدة تتكلم عن قاعدة الشرك الأصغر كيف أعرف الشرك الأصغر تعرفه بأمرين الأمر الأول أن تصفه الأدلة بأنه شرك أن تصفه الأدلة بأنه شرك فلا حق لك أن تصف ذنبا من الذنوب بأنه شرك إلا وعلى هذا الوصف دليل لأنه ليس كل حرام يكون شركا أليس كذلك؟ طيب يعني ما لك حق تقول إن الكتاب على القبر شرك إن رفع القبر فوق الشبر شرك إن البناء على القبور شرك لا تقول هي حرام لأن الأدلة ما وصفتها بأنها شرك فإذا الوصف بالشرك والكفر وصف توقفي على ثبوت الدليل فأي ذنب وصفه الشارع بأنه كفر فنحن نقول بذلك وأي ذنب وصفه الشارع بأنه شرك نحن نقول بذلك لكن لا حق لنا من عند أنفسنا أن نصب ذنوبا ومحرمات بأنها كفر أو شرك اتفقنا على هذه؟ إذن أول شيء من حقائق الشرك الأصغر وصف الأدلة له بأنه شرك طيب وهناك وصف آخر شرحته في القاعدة التي قبلها وهي أنه لا يصل إلى درجة التنديد المطلق الكامل أو المساواة الكاملة فإذن حقيقة الشرك الأصغر هو كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر هذه شرحتها في القاعدة التي قبلها فإذا قيل لك عرف الشرك الأصغر فقل هو كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر يعني لم يصل إلى التنديد الكامل أو المساواة الكاملة ما أدري واضح كلامي؟ واضح جيد مثل ماذا؟ قال مثل التمائم مثل التمائم التمائم وصفها الشارع بأنها شرك إن الرقى والتمائم والتولة شرك لكن هل كل من علق تميمة دخل في الشرك الأكبر؟ الجواب لا إذن التمائم شرك أصغر نعم قد تصل إلى درجة الشرك الأكبر باعتقاد زائد باعتقاد زائد لكن هي في أصلها شرك أصغر الطيرة وهي التشاؤم التشاؤم من البومة التشاؤم بزمان بمرئي بمسموع بمطعوم بمشروب التشاؤم شرك لماذا؟ لأن الشارع وصفه بأنه شرك قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن هل كل من تطير بشيء أو تشاؤم منه دخل في درجة الشرك الأكبر؟ خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ الجواب لا إذن الطيرة ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر كذلك الحلف بغير الله قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إذن وصفه بأنه شرك لكن هل كل من حلف بغير الله يعتبر مشركا شركا أكبر؟ الجواب لا إذن الحلف بغير الله ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر فكل ذنب جمع بين هذين الوصفين فهو شرك أصغر أن الشارع وصفه بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر فهمتموها؟ اعلموا أن الشرك الأكبر منهي عنه نهي مقاصد والشرك الأصغر منهي عنه نهي وسائل لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل طريق يفضي إليه أليس كذلك؟ لما حرم الشارع الزنا حرم الخلوة بالمرأة حرم النظر إلى المرأة حرم سفر المرأة بلا محرم أليس كذلك؟ كل هذه تحريم وسائل حتى لا نصل إلى الدائرة التي حرم التحريم مقاصد فالشرك الأكبر تحريمه تحريم مقاصد لكن هذا الشرك الأكبر له طرق من سلكها فسيصل إليه طرقه شرك أصغر طرقه شرك أصغر إذا وصفها الشارع بأنها شرك فالحلف بغير الله منهي عنه نهي وسائل لأن من استمر الحلف بغير الله سوف يصل في زمن من الأزمنة إلى الحلف بغير الله تعظيما كتعظيم الله فإذا لو أننا سددنا الباب من أوله وقطعنا الطريق عليه لم يصل إلى الشرك الأكبر فإذن يقولون إذا أردنا أن نمنع الناس من الوقوع في الشرك الأكبر فلنحذرهم من وسائله فلنحذرهم من وسائله الطير شرك أصغر لأنها توصل إلى الشرك الأكبر كيف تصل إلى الشرك الأكبر إذا رأيت بومة فتشاعمت منها لماذا تشاعمت؟ لأنني أخاف من وقوع ضرر لأن البومة دليل ضرر طيب انتبه إن كنت تعتقد أن الله هو الذي يخلق الضرر ولكن البومة مجرد سبب فهذا شرك أصغر هذا منهي عنه لأنه سيصلك في زمن من الأزمنة أن تعتقد أن البومة هي التي ستخلق الضرر وهذا هو الشرك الأكبر تهمتم؟ فإذا نقطع الطيرة من أولها حتى لا نصل إلى هذه النهاية المؤلمة فإذا الشرك الأصغر عبارة عن وسيلة للشرك الأكبر جميع ما وصفه الشارع بأنه شرك أصغر تجدوه في الأعم الأغلب طريقاً ووسيلة للشرك الأكبر إذن صار الشرك الأصغر فيه ثلاث صفات أول شيء أن الشارع وصفه بأنه شرك الثاني أنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر في أوائل أمره الثالث أنه وسيلة للشرك الأكبر القاعدة التاسعة أهل السنة يعتقدون أنه لا يجوز أن يقرن مع الله تعالى غيره في أمور العبادة والمشيئة فلا يقرن مع الله غيره فيها بواو العطف لا يقرن مع الله غيره فيما يخصه من أمور التعبدات فلا تقل أنا أعبد الله وأعبدك لا تقل ما شاء الله وشئت لا تقل أنا أسجد لله ولك لا تقل أنا أتوكل على الله وعليك لا تقل أنا أرجو الله وأرجوك لا تقل أنا في حسب الله وحسبك لا تقل أنا أستعيذ بالله وبك لا تقل أنا أستعين بالله وبك والأمثلة كثيرة ما دام أمراً تعبُدياً فإياك أن تقرن مع الله عز وجل غيره بواو العطف وإنما المخرج من ذلك أحد أمرين أن تُفرِد الله عز وجل بذلك فتقول ما شاء الله وحده أنا أستعين بالله وحده أنا أتوكل على الله وحده أنا أرجو الله وحده أنا أستعين بالله وحده والمخرج الثاني إذا كان المخلوق يقدر على شيء من ذلك أن تقرنه مع الله بحرف ثم لكن المنهي عنه أن تقرنه مع الله بحرف العطف الذي هو الواو وأما إذا أفردت الله به أو قرنت المخلوق مع الله بحرفه ثم فلا حرج إذا كان المخلوق يقدر على شيء من ذلك فتقول أنا أستعين بالله في هذا الأمر ثم بك لا بأس إذا كان المخلوق قادر على هذا الأمر أنا أستعيذ بالله ثم بك إذا كان المخلوق قادر على إعادتك من هذا الأمر أنا أرجو الله ثم أرجوك أن تنهي معاملتي إذا كان المخلوق قادرا على تحقيق ما ترجوه داخلا في حدود طاقته فإذا لا يجوز لك أن تقرن مع الله غيره بحرف العطف ونحن نرى كثيرا من الناس الآن ونسمع كثيرا منهم يا شيخنا متوكل على الله وعليك أنا أرجو الله وأرجوك وهذا من الخطأ العقدي الذي يوصل صاحبه إلى الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وصفه بأنه شرك وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشرك قال أجعلتني لله ندا أي شريكا الند هو الشريك والنظير فإذا هذا شيء وصف الشارع بأنه شرك ولكن لا يصل في أوائل أمره إلى الشرك إلا أكبر لكن تحريم وتحريم وسائل قل ما شاء الله وحده وفي حديث قتيلها المعروف في قصة رؤياها التي رآها أنه مر على نفر من اليهود في المنام فقال نعم الرجال أنتم لو لم تقولوا عزير بن الله فقال له اليهود ونعم الرجال أنتم لو أنكم لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد ومررت على نفر من النصارى فقلت نعم الرجال أنتم لو أنكم لا تقولون عزير بن الله وقالوا نعم الرجال أنتم لو أنكم لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأن يقولوا ما شاء الله وحده فإذا لا يُقرَنُ مع الله غيره بواو العطف في أمور التعبُّدات الخاصة بالله عز وجل وأما غيرها فلا بأس مثل الله عز وجل أوجب علينا أن نرضي الرسول فنقول نحن نريد أن نرضي الله والرسول الواو هنا لا بأس بها نحن نحب الله والرسول لأن الإرضاء والمحبة حقٌ للنبي صلى الله عليه وسلم لكن محبة الله هي محبة التعبُّد ومحبة الرسول هي محبة الطاعة والاتباع نعم القاعدة العاشرة أهل السنة يعتقدون أن الحكم كوناً أي أحد عنده سؤال فليحاول كتابته حتى نجيبه في آخر الدرس إن شاء الله انتهى الدرس ولا يزال نعم تفضل أحسن الله عليكم القاعدة العاشرة أهل السنة يعتقدون أن الحكم كوناً وشرعاً لله تعالى فكما أنه لا يحكم في كونه إلا هو فكذلك لا يحكم في شرعه إلا هو جل وعلا وهذا واضح من الذي أمر كوناً بأن السمس تخرج من المشرق الله تغرب في المغرب الله من الذي أمر كوناً أن القمر يخرج في أوله خيطاً أبيض دقيق ثم يكتمل بدراً ثم يعود في آخر الشهر كما بدأ الله هذه إحكام كونية هل فمت مخلوق يشارك الله في إحكامه الكونية جواب لا فكما أنه لا مشارك لله في إحكامه الكونية فكذلك جزماً وقطعاً لا مشارك له في إحكامه الشرعية فالحكم كله كوناً وشرعاً لله لا يشركه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فجميع من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فقد خرج عن منهاج الصراط المستقيم وهل يكفر أو لا؟ الجواب نعم يكفر ولكن قد يكون كفره في كثير من الصور كفراً أكبر وبعضها كفراً أصغر على تفصيل ليس هذا موضعه وإنما نريد أن نفهم القاعدة فقط ولذلك يقول الله عز وجل في الحكم الكوني الشرعي إن الحكم إلا لله وفي الحكم الشرعي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإذن جميع الأحكام ترجع إلى الله سواء منها ما كان كونياً أو ما كان منها شرعياً ويا ليت حكام المسلمين وفقهم الله لكل خير أن يهتموا بالعمل بهذه القاعدة حتى تبرأ ساحتهم إذا وقفوا في محكمة قاضيها الله عز وجل وسألهم عن تحكيمهم لشريعته نسأل الله أن يعينهم على ذلك نعم القاعدة الحادية عشرة المسلمون يعتقدون أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تعالى ويعتقدون أن من زعم أن أحداً يعلم الغيب المطلق غير الله تعالى فهو كافر والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يغير على غيبه أحد وقال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه اعلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين إلى غيب النسبي وإلى غيب مطلق الذي اختص الله عز وجل به إنما هو الغيب المطلق وهو الغيب الذي غاب عن كل أحد هو الغيب الذي غاب عن كل أحد كما كتبه الله عز وجل كالشيء الذي كتبه الله في اللوح المحفو هذا غيب مطلق لا يعلمه أحد وبهذا تعرف أن الغيب النسبي هو الغيب على الذي يجهله البعض ولكن يعلمه البعض مذاله هذه النظارات ضاعت مني في الطريق وأنا لا أعلم مكانها بينما مئات من الناس مروا وعلموا مكانها فهي غيب بالنسبة لي مكانها يعتبر غيبا بالنسبة لي ولكنها ليست غيبا بالنسبة لمن يعلم وجودها أليس كذلك؟ إذن هذا غيب نسبي هذا ليس من خصائص الله عز وجل تهمتم؟ واضح هذا؟ الآن بيتي أنا بيتي في المملكة غيب بالنسبة لكم هل تعلمون ألوانه؟ هل تعلمون أدواره؟ هل تعلمون مكانه؟ هل تعلمون جماله؟ وبهاءه؟ وحسنة طلعته؟ والدراءهم التي أنفقت في بنائه؟ جواب لا هذا كله من الغيب لكن هل هو من الغيب المطلق؟ الجواب لا غيب عليكم لكن ليس غيبا عليكم إذن غيب بالنسبة لكم فهذا يسمون غيب نسبي الذي اختص الله عز وجل به إن ما هو الغيب المطلق؟ انتبهوا يا إخوان انتبهوا أرجوكم فمن ادعى أنه يعلم الغيب المطلق فكأنه يدعي أنه الله أو الرب فكل من ادعى أنه يعلم الغيب المطلق فقد كفر لأن الغيب المطلق من خصائص الله عز وجل وكل من ادعى شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى فهو مرتد كافر وبناء على ذلك هنا تفصيل لا أظنكم قد اطلعتم عليه في ما مضى من كتب الاعتقاد لكنه نبه عليه كثير من العلماء وهي أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن أمر غيبي فصدقه هل يكفر؟ الكفر الأكبر؟ السائل السائل هل يكفر الكفر الأكبر أم الأصغر؟ طبعا الشارع وصف هذا التصديق بأنه كفر قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر إذا نصف هذا التصديق بأنه كفر لكن هل هو كفر أصغر أو أكبر؟ اختلف العلماء منهم من جعله أكبر من غير تفصيل ومنهم من جعله أصغر من غير تفصيل والقول الصحيح هو التفصيل وهي أن الأمر الذي سألته عنه إن كان من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله ثم أخبرك به فصدقته فقد كفرت الكفر الأكبر لأنك لما صدقته في أمر غيبي لا يعلمه أحد فكأنك تعتقد أنه الله وأما إذا كان الأمر الغيبي الذي سألته عنه وصدقته من الغيب النسبي فهذا كفر أصغر كأني بأعينكم لم تفهم هذا التفصيل لكن خذوا مثالين المثال الأول جاء زيد من الناس إلى كاهن من الكهن فقال له يا أيها الكاهن يا أيها الكاهن متى سأموت الآن الأمر الغيبي الذي يسأله عنه من الغيب النسبي ولا الغيب المطلق فقال ستموت في سنة ألف وأربعمائة وستين للهجرة صباحا في يوم كذا وكذا فقال بارك الله فيك وجزاك الله وخيرا طبعا دخل بإسلام وخرج كافرا الأي كفر لأن الغيب غيب مطلق أظري مثال ثاني حتى يتضح لو أن دابتك تاهت منك في البرية ومرت على قبائل وبدو وأعراب مكان وجودها بالنسبة لك غيب لكن هل هو غيب مطلق ولا نسبي فجئت إلى الكاهن فقلت يا أيها الكاهن أمعك شياطين قال معنى معنى اللي فيهم بركة قلت مكان دابتي أين فقال مكان دابتك تجدها عند الحدود السورية من جهة الدرعة تأكل الحشيشة فصدقته أنت تكفر بهذا مجرد التصديق كفر لكن هل هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر الكفر الأصغر لأنه قد تكون معه شياطين تخبره بحقيقة مكان هذه الدابة إذ مكانها ليس غيبا مطلقا لا تعلمه الشياطين بل هو غيب مقين فإذا من صدق الكاهنة هل يكفر الكفر الأكبر أم الأصغر تفصيل تفصيل كيف تفصيل من يفصل من يفصل أعطونا رجلاً قريبا من يفصل أعتقد أنه أعتقد أنه إذا كان الأمر المسؤول عنه من الغيب من الغيب فصدقه فيه فهو كافر كفر أصغر ماشي أكبر أم أصغر أكبر أخطأت أنا طيب يا الله أنت تتبع أخطاء العلماء أخطأت 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 لا لا لازم تسيغ العبارة عن طالب علم سيغل معلومة على الوجه العلمي وإن كان هو يحاول هو سيكون خطيبا سيكون مدرسا سنب الله أنت أخطأت أخطأت فإن كان الأمر الغيبي الذي صدقه فيه من الغيب النسبي هذا يكفر كفرا أسرع أنت هذا هو نعم القاعدة الثانية عشرة المسلمون يعتقدون أن المدبر والمتصرف في هذا الكون إنما هو الله تعالى فلا يملك من التدبير فيه ما معه ملك ولا نبي ولا ولي المتصرف في هذا الكون على الحقيقة هو الله عز وجل وأدلتها كثيرة وأظن القاعدة من قواعد الربوبية واضحة جدا الأدلة تدل على أن الذي يدبر هذا الكون ويخلق هذا الكون ويتصرف في هذا الكون ويحكم في هذا الكون إنما هو الله عز وجل القاعدة الثالثة عشرة الأصل في التمائم المنع فأما التمائم الشركية فمتفق على تحريمها وأما من القرآن ففيها خلاف والحق منعها لعموم الأدلة وسد للذريعة وهذا واضح التمائم شيء يعلق على الأولاد أو في البيوت أو في العنق أو في العضد يقصدون به جلب خير أو دفع شر مجرد تعليقها يعتبر شركا لأن الأدلة وصفته بأنه شرك لكن هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الجواب هذا يختلف باختلاف المعتقد فإن كان علقها ويعتقد أنها هي بنفسها هي التي تجلب الخيرا وتدفع شر بذاتها فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أن الله هو الذي يجلب الخيرات وهو الذي يدفع المضرات ولكن من أسباب ذلك تعليق التمائم فإذا هو يعتقد أنها سبب فقط ليست خالقا ولا مدبرا ولا متصرفا ولا موجدا فهذا الاعتقاد شرك أصغر والتمائم قد تكون من غير القرآن وهي تلك التمائم التي فيها خطوط متداخلة أو حروف أو أرقام أو أسماء وعبارات غير مفهومة وغالبا ما تكون هي أسماء الشياطين التي يستعين بهم هذا الكاهن الذي يصرف هذه التمائم أو الأوداع وما تسمونها عندكم في الأردن؟ حرز؟ حجاب لن نسميها عندنا هناك أحراز فالشاهد أن وين اختلفت مسمياتها إلا أنها تمائم فإن كانت من غير القرآن فقد أجمع العلماء على تحريمها والناشر لكن العلماء اشتد خلافهم في التمائم المتخذة من القرآن كأن أكتب آية الكرسي وأجعلها على صدري أو أضع القرآن في السيارة أحمي به سيارتي أو أقطع سورة الرحمن من المصحف وأجعلها على تصفيط صغير وأضعها في قلادة أضعها على دابتي أو أضعها على أولادي أتقي بها العين هذه التمائم من القرآن فيها خلاف طويل بين أهل العلم ولكن الحق أنها محرمة لعموم الأدلة الدالة على تحريم التمائم فإنها أجملت وعممت وما فصلت والمتقرر عند العلماء أن ترك التفصيل في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال وسدًا لذريعة امتهان القرآن إذ أن هذا القرآن قد يدخل به معلقه إلى دورة المياه وقد ينكفئ عليه وهو نائم وقد يعلَّق القرآن على طفل فيبول أو يتغوَّط عليه فسدًا لذريعة امتهان القرآن نمنع هذه التمائم بل قد تُعلَّق هذه التمائم من القرآن على دابة فتنكفئ عليها أو تتغوَّط عليها لأن الدابة لا تدري ليس عندها العقل في احترام القرآن فسدًا لذريعة امتهان آيات الله نمنعها منعًا باتًا وسدًا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية لأن الإنسان إنما يُعلِّق التمائم من القرآن يريد جلب الخيرات فإذا علَّقها زمانًا ولا تزال المضرات تأتيه فإن الشيطان سيأتيه ويقول يا أخي في الله أنا سعنصحك اقبل نصيحتي أنا لا أريد بنصيحتي إلا وجه الله الدان الأخيرة إن كنت تريد التميمة الصادقة التي تحميك حمايةً صادقة ارمي هذه وعليك بهذه فسدًا لذريعة الوصول إلى هذه نمنع هذه الإنسان إنما علَّق التميم من القرآن يريد جلب الخيرات ودفع المضرات فإذا كانت الخيرات لم تأتي والمضرات لا تزال باقية فسيكون باباً للشيطان منفتحاً أن يشككه في هذه التميمة ويأمره بالتميمة الأخرى وسد الذرائع ربع الدين قاعدة سد الذرائع ربع الدين انتبهوا يا إخواني هذا الأمر اللي بقوله ولعلكم تفهمونه ولأن من مقاصد الشارع أن لا يتعلق القلب بشيء غير الله عز وجل من مقاصده أن لا يتعلق قلبك بشيء من هذه الدنيا وإنما يتعلق قلبك بالله فإذا علَّق الإنسان تميمةً من القرآن فإنه تبقى شعبة من قلبه متعلقة بهذه التميمة فسدًا لذريعة تعلق شعبة من القلب بغير الله نقول لا تعلق تميمةً مطلقاً لا من القرآن ولا من غير القرآن وإلا فتعرفون مذهب عائشة رضي الله عنها في ذلك مذهب أبي العباس بن تيمية يعني كأنهم رخصوا وأجازوا مثل هذه التمائم لكن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرفوا الحق بالرجال فالقول الصحيح المليح في هذه المسألة هو أن التمائم ممنوعة مطلقة لي قصيدة اسمها النونية نونية العقيدة نونية اسمها النظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح قلت فيها واحذر من التمائم كلها حتى وإن كانت من القرآن لعمومها أعني النصوص وهكذا سدُّ الذريعة هذه وجهاني وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء فمنع هديت قلائد الشيطان القلائد التي يتوصل بها الشيطان إلى إشغال القلوب عن الله والتعلق بذي الجلال والإكرام عز وجل انتبهوا لهذه النقطة التي سأقولها الآن انتهى الوقت انتبهوا للنقطة اللي بقولها هناك أسوير السفراء تباع في الصيدليات يزعمون أنهم إذا لبسوها خففت عنهم الروماتيزيوم وسحبت شيئاً من الطاقة الكهربائية وصاروا يعلقونها فروفعت إلى هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة وإلى الشيخ عبد العيز رحمه الله يريدون أن يستفتوا هل هذه من التمائم أم لا طبعاً أفت فيها العلماء بما أفتوا به لكن أنا أعطيكم شيئاً تستطيعون بفهمه أن تفتوا هل هي من التمائم أم لا ما هي؟ اسمعوا يا إخواني هذا الذي سأقوله وهي أن العلاقة بين التميمة واعتقاد صاحبها علاقة خيالية وهمية لا حقيقة له انتبهوا وأما إذا علقت شيئاً وأثره حقيقي ليس وهمياً فإن تعليقك لا يعتبر تميم فإذن التعليق لا يعتبر تميمة إلا إذا كان الأثر الذي تريده منه أثراً وهمياً خيالياً أنت تفرضه باعتقادك لا حقيقة له فهمتم هذا؟ أنت تعلق الساعة ولا لا؟ ما الأثر الذي تريده من الساعة؟ أن تحفظ وقتك طيب وهل الساعة تحفظ وقتك؟ الجواب نعم إذن حفظها للوقت ووجود أثرها حقيقي لا خيالي فإذا تعليقك لها لا يعتبر تميمة لكنني أعلق ودعه ودعه أو أعلق خيطاً أقصد أنه يجلب خيراً ويدفع شراً هل من خصائص هذا الخيط أن يجلب الخير ويدفع الشر؟ إذن الأثر وهمي فإذا كان المعلق أثره وهمياً فهو تميمة وإذا كان أثر المعلق حقيقياً فليس بتميمة فالعلاقة بين التميمة وغير التميمة هي وجود الأثر من عدمه حقيقة الأثر من عدمه فما كان أثره حقيقياً واقعياً ملموساً موجوداً فليس بتميمة وما كان أثره خيالياً وهمياً أنت تعتقده لكن لا حقيقة له ولا نصيب له في أرض الواقع فهو تميمة فهمتم هذا؟ إذن هل الأسورة هذه تميمة ولا لا؟ نرجع إلى تقرير ذي الخبرة في هذه الإسورة فإن وجدناها فعلاً وحقيقةً تخفف ألم الروماتيزيوم وأنها تسحب شيئاً من الطاقة على حسب تقريرات ولجان خبراء أطباء مسلمين فإن تعليقها في هذه الحالة لا يعتبر تميمة لأن الأثر المقصود من تعليقها أثر حقيقي واقعي وأما إذا كان الأثر وهمياً خيالياً فإنها تعتبر في هذه الحالة تميمة فإذن المرجع في ذلك إنما هو تقرير الأطباء ولجانهم وأنتم تعرفون أن هذه اللجان قررت وأصدرت تعاميمها وتقاريرها بأنها فعلاً حقيقة ليست وهماً ولا خيالاً وأن من يعلقها يخف عليه ألم في مفاصله كثير بسببها على حسب التجارب فإذن هذا من الطب والأصل جواز التطبيب بكل شيء أخرجه الله على هذه الأرض ما لم يكن ثم تدليل يحرم التداوي به فإذن تعليق هذه الإسورة في أصح قولي أهل العلم جائز لا بأس به لأن الأثر المترتب عليها لا يعتبر وهماً ولا خيالاً وإنما هو حقيقة من الحقائق أفهمتم هذا؟ المرأة تعلق قلادتها على صدرها ما الأثر الذي تريده من هذا التعليق؟ التجمل هل يتحقق هذا الأثر؟ إذن هو أثر حقيقي فليس تعليقها تميمة لكن نجد في بعض القلادات عين مفتوحة عين مفتوحة إذا كانت تعلق هذه القلادة ذات العين تريد بها كفاية شر العين عنها فحينئذ تكون ماذا؟ تميمة لأن الأثر متوهم وإذا كانت تقصد بها مجرد التجمل لزوجها فإنه لا بأس بها إذن صارت التميمة مبنائها على الاعتقاد بعض الشباب عندنا في المملكة ولا أدري هل عندكم هذه أو لا؟ بدأوا يعلقون بلاستيك أسود أشمعها أساور هي؟ أم هو بالأساور لابد أن تكون من النحاس أنا ليست نحاساً وجلد هي نعم أحسنت من الجلد يعلقونها ما حكم تعليقها؟ الجواب قلت فيما سبق لما أستفتيته فيه قلت إن كان يعلقها لغرض في جلب خير أو دفع شر فهي تميمة وإن كان يعلقها من باب المشابه بأحد الكفر أو بزينة انتشرت في بلاد الغرب فهذا من باب التشبه ومن تشبه بقوم فهو منه وإن كان لا هذا ولا هذا فهي الأصل في الأشياء الحل والإباحة ولا بأس بذلك؟ من يمنعه؟ فهمتم هذا؟ فإذن كل هذه الأمور تدور على النية لأن التعليق عمل والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها وصلت المعلومة؟ أي شيء يعلق اسأل صاحبه لما علقته؟ الكبك ما يسمون هذا الذي يمسك الكبك؟ ما عليك سمحوا لي أنا والله ما عن المسافة بين الأردن والمملكة قصيرة ويعني الظاهر الأعراف مشتركة في كثير من الألفاظ لكني أخشى أن أقع في لفظ مات يكون خطأ كما حصل ذلك في بلاد أخرى هذه يسمونها الكبك نحن نعلقه أليس كذلك؟ نعلقه لماذا؟ من باب الجمال فإذا لا بأس به لكن لو علق أحد الكبك ويقصد به جلب خير أو دفع عشر صار تميمة يقرأ القاعدة الرابعة عشرة الأصل في التبرك التوقيف فلا يجوز التبرك بذات ولا بزمان ولا بمكان إلا إذا دل دليل صحيح على جواز التبرك بذلك وإلا فالأصل المنع هل هذا الجوال مبارك؟ الجواب لا أدري هل المسجد الحرام مبارك؟ الجواب نعم هل البيت المقدس مبارك؟ الذي باركنا حوله؟ نعم مبارك هل الروضة الشريفة مباركة؟ نعم مبارك ما بين بيتي ومبري روضة من رياض الجنة هل هذا الكعس مبارك؟ الجواب لا أدري هل ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة؟ جواب نعم هل المسلم مبارك؟ الجواب نعم ما من مسلم إلا وفيه بركة إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ما هي بأول بركاتكم؟ يا آل أبي بك الله لماذا حكمنا على بعض الأعيان بأنها مباركة وبعض الأعيان؟ قلنا لا ندري نقول لأن وجود البركة في الشيء أمر غيبي فكون هذه العين مباركة ما في علامة ولا في كتابة كونها مباركة أنا ما أدري عن سر البركة فيها لكنني آمنت بأنها عين أو ذات مباركة لأن الدليل شهد بوجود البركة في هذا الزمان أو هذا المكان أو هذه العين فإذاً باب البركة باب غيبي فبما أنه غيبي فلا يجوز لعقلي أن أتخوض فيه وإنما أجعله توقيفياً على ما ثبت به النص فلا يجوز لي أن أعتقد أن عيناً فيها بركة إلا وعلى ذلك نص فالعصر في بركة الأعيان التوقيف على الدليل هذه قاعدة ولا يجوز لي أن أعتقد في مكانٍ أنه مكانٌ مبارك إلا وعلى هذه البركة دليل لأن وجود البركة في هذا المكان غيبية فإذاً الأصل في بركة المكان التوقيف على الدليل ولا يجوز لي أن أعتقد أن هذا الزمان مبارك مثل عشر ذي الحجة رمضان عرفة عشورة أزمنة لا يجوز لي أن أعتقد أن زماناً من الأزمنة فيه بركة إلا وعلى هذه البركة دليل إذن عندنا ثلاث قواعد في باب البركة وهي أن الأصل في بركة الأعيان التوقيف على الأدلة والأصل في بركة الأزمنة التوقيف على الأدلة والأصل في بركة الأمكنة التوقيف على الأدلة هذه ثلاث قواعد احفظها فمن ادعى أن عينا مباركة فقل أين الدليل من ادعى أن زمانا من الأزمنة مبارك قل أين الدليل من ادعى أن مكان من الأمكن مبارك فقل أين الدليل لماذا نطالب بالدليل؟ لأن وجودها غيبي وأمور الغيب توقيفية على النصوص لا ندخل فيها بعقولنا ولا نتخوض فيها تهمتم هذا؟ خذوا قاعدة رابعة انتظر وهي أن وضع البركة في الشيء من خصائص الله لا من خصائص المخلوق كون هذه العيم مباركة من الذي وضع فيها البركة؟ الله كون هذا الزمان مبارك من الذي وضع في هذا الزمان البركة؟ الله كون هذا المكان مبارك من الذي وضع البركة فيه؟ الله إذن القاعدة تقول واضع البركة هو الله وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تقول لغيرك بارك حفلنا بارك حفلنا باركت حفلنا لأنك تنسب له وضع البركة في الحفل وهذا من خصائص الله عز وجل وإنما الله هو الذي يتبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فصفة التبارك خاصة لله عز وجل فالله هو الذي يبارك ما شاء من الأعيان ويبارك ما شاء من الأزمنة ويبارك ما شاء من الأمكنة وأما المخلوق فليس من خصائصها أن يضع البركة في أي عين أو زمان أو مكان شاء فهمتم هذا فهمتم هذا ولا لا من يعيد القواعد الأربع سهل الأصل في بركة الأعيان توقيف الأصل في بركة الأزمان التوقيف الأصل في بركة الأمكنة التوقيف ثم يجمع ذلك واضع البركة أهو الله ولذلك الذين يدعون وجود بركة في تربة قبور الأولياء والصالحين هم يجعمون أن هذا المكان الذي دفن فيه هذا الصالح أنه مكان مبارك طيب أين الدليل على أن هذه البركة موجودة؟ أين الدليل؟ ليس هناك دليل في صدر ولا ورد ولذلك خطأ الأئمة رحمهم الله تعالى القاضي عياض لما قال إن تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خير من الكعبة أو نحو هذا الكلام وهذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ ليس بصحيح نعم القاعدة الخامسة عشر وهي متعلقة بباب البركة أيضا البركة الثابدة بركتان انتظر بركة ذا انتظر ما ثبت فيه البركة من الأعيان هذه هذه قاعدة مهمة جدا ما ثبت فيه البركة من الأعيان وما ثبت فيه البركة من الأزمان والأمكنة تنقسم إلى قسمين البركة الثابتة بالأدلة تنقسم إلى قسمين وبسبب عدم التقسيم ظهرت في العالم الإسلامي بدع كثيرة أعظم البدع التي ظهرت في باب التبرك هي للخلط للخلط بين هذين القسمين هذا اللي قلت لك أمس في السيارة نحن سنسرحها غدا وها نحن نوفي بوعدنا انتهى الوقت أسمع الطاعة أسمع الطاعة البركة تنقسم إلى قسمين ما رأيك أن تسلمهم الأوراق وهم يتناقلونها فيما بينهم يسألون مشافات أنا ما أحب وقت الدرس أحد يشغل بشيء لو تتوقف يا شيخ أقول لو تتوقف قليلا لا تشغل أذهان الطلاب خاصة في هذه المسألة البركة الأولى بركة ذاتية منتقلة بركة ذاتية منتقلة والبركة الثانية بركة معنوية ملازمة بركة معنوية لازمة صارت البركة تنقسم إلى قسمين بركة ذاتية منتقلة وبركة معنوية لازمة أنا أرى والله أعلم أن نتوقف لأن المعلومة دسمة والأذهان قد كلت مما مضى من الشرح فأخشى أن تدخل هذه المعلومة الدسمة المهمة الخطيرة على أذهانٍ كالة فلا تستوعبها الاستعاب الكامل فنتوقف إن شاء الله حتى الدرس الذي بعده لأنها خطيرة معلومة خطيرة فأرى والله وأعلم أنها تؤخذ في أوائل الدروس فنجعلها أول معلومة نطرقها في الدرس الذي بعده والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد